قال السفير السعودي محمد سعيد الجابر بأن الحرب في اليمن لم تكن خيارا سعوديا وإنما جاءت كضرورة قصوى استجابة لطلب الشرعية اليمنية ولوقف التدخل الإيراني في اليمن وإنهاء مشروعها الرامية لتهديد الأمن القومي لدول الخليج والمنطقة والممرات البحرية والدولية والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وأكد بأن التحالف العربي نجح في القضاء على الإرهاب الذي حاولت إيران العمل على تمدده من خلال أذرعها في اليمن الحوثي وصالح وأوضح الجابر في لقاء عقده يوم أمس مع مجموعة من السياسيين والمختصين والمفكرين والإعلاميين في معهد واشنطن بالعاصمة الأمريكية حول اليمن بأن المملكة العربية السعودية أيدت مشاركة جميع الأطراف اليمنية في العملية السياسية وفق المرجعيات الثلاث المعروفة وحل الميليشيات المسلحة وعودت اليمن دولة عربية مستقلة القرار بعيدا عن الأجندات الإيرانية وأشار أل جابر إلى أن دول التحالف أعطت حماية المدنيين أولوية قصوى ووضعت قائمة بألاف المناطق ذات الطبيعة المدنية التي يمنع استهدافها بشكل صارم فيما تتعمد الميليشي الإنقلابية بالمقابل القتل والتدمير وتجنيد الأطال واستخدام المنازل والمدارس والمراكز الطبية في عملياتها العسكرية وتستخدمها كمخازنة ومستودعات لأسلحتها